الجملة الفعلية فعل زائد فاعل الجملة الفعلية هي الجملة المبدوئة بفعل أو هي التي يكون ركنها الأول فعلاً فما هي المكونات الأساسية للجملة الفعلية؟ تتكون الجملة الفعلية من مكونات أساسية وهي الفعل والفاعل الفعل وهو الحدث أو الفعل الذي يقوم به شخص معين وينقسم الفعل إلى ثلاثة أنواع وهي الفعل المضارع وهو الفعل الذي يحدث في الوقت الحاضر أو يدل على الحال والاستقبال والفعل المضارع يكون مرفوعاً ما لم يسبق بناصب أو جازم الفعل الماضي وهو الفعل الذي حدث وانتهى ويكون دائماً مبنياً الفعل الأمر وهو الذي يبنى على السكون إن كان صحيحاً أو على حث حرف العلة إن انتهى بأحد حروف العلة أو بحث النون إن كان من الأفعال الخمسة أو على الفتح إن اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة الفاعل وهو اسم يسند إليه الفعل ويكون الفاعل إما اسماً ظاهراً وصريحاً مثل ذهب سامي إلى المدرسة أو ضميراً متصلاً مثل كتبت الواجب أو ضميراً مستتراً مثل علمته الواجب ويأتي الفاعل مرفوعاً دائماً وتكون علامة رفعه إما الضم الظاهرة على آخره أو الواو إن كان جمعاً للمذكر السالم أو الواو في الأسماء الخمسة استنتاجات الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل تكون تاء الفاعل دائماً مفتوحة يكون الفاعل في الجملة الفعلية دائماً مرفوعاً التمرين عدد واحد أتأمل المشهدين وأعبر عنهما بجملة فعلية ثم أضع الفعل في إطار وألون الفاعل أحسنتم الإجابة تكون هكذا يقلم سامي الشجرة يبني سامي بالخشب بيتاً صغيراً لكلبه لولو التمرين عدد اثنان استخرج الفاعل من الجمل التالية وضعه في إطار جاء رجل إلى جحة غرد العصفور عاد أسامة من السفر يكتب هشام الدرس رقض سمير حول المدرسة أحسنتم أحبة الصغار الإجابة تكون كالتالي جاء رجل إلى جحة نضع كلمة رجل في إطار لأنها هي الفاعل غرد العصفور نضع كلمة العصفور في إطار لأنها هي الفاعل عاد أسامة من السفر نضع كلمة أسامة في إطار لأنها الفاعل يكتب هشام الدرس نضع كلمة هشام في إطار لأنها الفاعل رقض سمير حول المدرسة نضع كلمة سمير في إطار لأنها الفاعل التمرين عدد ثلاثة أنتجوا جملاً فعلية مستعيناً بالأفكار التالية وضع الأطفال البيض في المزرعة التقاط الأولاد الأوساخ اعتناء البنات بالبيض ممتاز يا صغاري الإجابة تكون هكذا وضع الأطفال البيض في المزرعة التقاط الأولاد الأوساخ التقط الأولاد الأوساخ من ساحة المدرسة اعتناء البنات بالبيض اعتنت البنات بالبيض وقت التفريخ الترجمة نانسي قنقاء ترجمة نانسي قنقر